اشتركوا في القناة نورتنا كالعادة مع فخر وعمل عودة على مستجدات الساحة الاقتصادية في بلادنا مع مشموعة من الفقرات وضيف جزءنا الثاني نستضيف في سجامين الكسيبي رئيس الجامعة الوطنية تونسية لمؤسسات البناء والأشغال العامة نحكي في ملف الأسبوع على قطاع البناء والأشغال العامة وخاصة بمخشي بوبليك بعد شوية نشوف نصيب الشركات التونسية وضع بعد سنوات من الركود الاقتصادي وخاصة سنوات الكوفيد هل يمكن أن يتتعافى وقد يتم إدماجها أكثر في الأشغال والمشاريع العامة الكبرى هل هي قادرة على التنافس مع المؤسسات الأجنبية قطاع قدرته التشغيلية تفوق 500 ألف موطن شغل واليوم نسأل السؤال الهم هل يمكن أن يتعافى وقد تكون بسيطة للبناء والدكور مع مشاريع قد تكون بسيطة للبعض ولكن أثرها وحاجة توين سليها كبيرة برشا في تبع فخري نحكي على عجزة الميزانية في سهلها تسال بعد شوية ونحكي على ديون أستيك وصدور التقرير الخاص بمؤشر الحرية الاقتصادية طب بعد شوية نعطيكم ترتيب تونس في هذا التقرير نحكي على المؤهدات الدولية والأثار السياسية والاقتصادية في ركز معايا واليوم نهزوكم إلى عالم الرياضة والمقتنيات الرياضية وبلاتفورم تسهل لكم عملية الاقتناءات متاعكم خاصة مع السولد هذية ويل كارد مبعد شوية يحذر معنا سيسكندر شوكا مؤسس ويلد كارد للحديث عن ستارتاب هذية وعن البلاتفورم للمجال الرياضي أما هات نمشيوا كالعادة والبداية مع سهلها تسهل مع نهاية كل عام وصدور الأرقام الخاصة بالميزانية يكثر الحديث على عجز الميزانية اشنو عجز الميزانية؟ كثير تفاصيل مع سي محمد الجرية الأستاذ في علم الاقتصاد نذكروا اللي ميزانية الدولة متكونة من عنصرين اثنين النفقات والموارد اللي هي مبوبة باش تغطي النفقات في المقارنة بين النفقات والموارد عنا ثلاثة حالات يا إما قد النفقات قد الموارد هذه تعتبر معناها متساوية وهذه وضعية تعتبر الاقتصاد متاع البلاد يلقى روحة في الوضعية هذه اقتصاد سليم فما وضعية اخرى ان الموارد تفوق النفقات وهذه وضعية الاقتصاديات القوية واللي عندها هامش من الاستقلالية في التمويل مهم استقلالية الذاتية وهذا كل ما يصب له اي اقتصاد ونقول هنا عننا فائض فائض موارد على النفقات الحالة الثالثة والاخيرة هي تبدأ النفقات تفوق الموارد يعني الموارد ما عناش لكمية كافية باش تغطيه النفقات والهناه يتسمى عجز وهذه وضعية الاقتصادات الضعيفة كما بلادنا واللي عندها نسبة الاستقلال والاكتفاء الذاتي المالي ضعيفة يعني عجز الميزاني مرتبط اساسا بالعجز التجاري العجز التجاري هو جزء من عجز الميزانية لكن عجز الميزانية ككل بتصل بالنفقات الغير منتجة والغير معناها مجدية يدخل في إطار سلسلة من الحلقات ميل بالحاج علي جمع الفاتح تحكينا على التقشف يعني الدياغنوستيك إليلا يعني ومن حلول ما حكينا فيه مثلا في عجز الميزانية النفقات يعني كما تنجمش على أقل تكثر الموارد متاعك ووضعية اقتصادية دولية صعيبة تنقص في النفقات لماذا يتفق الجميع في الإشكال وتغييب الحلول سعاد هو خطر مثلا ليش ديما نجعونا خطر حتى لتوا مثلا ليش سياسات دولة اقتصادية فيها أنت قلت كما تنجمش تحلق الموارد ثم ديما طرق بيش تخلق الموارد وحتى هنشيوها وقت اللي نحكيه على الكلاسمون بتاع تونس في حكية حرية اقتصادية وكل شي معناتها يا توجوها موارد بيش تخلق بيش تشجع الاستثمار بالتبيعة وفي تونس هنا مشكل كبير هو انعدام الثقة انعدام الثقة ما بين الحاكم والمحكوم ما بين الحاكم والمستثمر مثلا احنا نحكيه طبعا على ميزانية الدولة العجز الميزانية الدولة عمناه العجز كان 7.7% السنين ننتظروا انه يكون 5.2% وش معناتها تبدأ دولة عاجزة معناتها لازمنا نتسلفوا بيش النجمه نغطيه نفقات ميزانية الدولة وسنة تونس لازمها تتسلف 23.5 مليار دينار هذيك عليش احنا نشوفه نهارك روحنا نحكيه على الافامي وكرشاي واسلف هذا يجي من الخارج ومن الداخل معناتها الحل مش انك بالحق لازمك تكبس سنتورة كما يقوله تنقص من نفقات لكن احسن حل هو انك تلقى الحلول وتلقى الطرق اللي تخلق بها الاستثمار دعم الاستثمار وتنويع المصادر اليوم جزء كبير من الميزانية ومن هذا العجز يمول عن طريق الاداءات شركات تقول لك ما عادش نجم لعبات كيف كيف وصلت للحد الاقصى حكينا في فترة سابقة على الاقتصاد الموازي قولك فما برشا فلوس في تونس في بلاد كما تونس لكن مش داخلة في الاقتصاد يقولك الفلوس الموجودة مثلا في الاقتصاد الموازي لو كان يتم تعديلها وجزء منها وتدخل للاقتصاد الرسمي ما عادش نقاو عجز في الميزانية فاخر هو حسين معاك أنا في الوطروحة اللي تطرح فيها ولكن خنات تفقص على الميزانية متاعنا من شنو تتمول ما تتمول من أداءات ضريبة وأيضا تتمول من أيضا الموارد متاعنا أنا حب نسئل سؤال هنا الموارد متاعنا على امتداد العشرة سنوات الأخيرة تراجعت ولا ما تراجعتش وعلى رأسهم الملف الكبير الفصفات اللي كان يشكل أحد أهم الموارد تاعد دولة توسي أحنا للأسف منجحناش أن ندير نقاش فانتني هادف وهدئ يخلي الفصفات يرجع فانتني المعادلات الانتاج متاعه خاصة أنه سعره التفع في السوق الدولية هاو ليوجعك والمؤلم أنه اليوم سعره في السوق الدولية التفع قاعدين نخسر في أسواقنا الكلاسيكية وأيضا تعرف أنت في معركة الإنرجية هذه وفي المعركة كانت ثم أسواق أخرى تونس كانت محورة منها كانت ربما تنجم تختارقها على هذك أهم حاجة سعر الفصفات الثنين اليوم في علاقة بالتنقيب أيضا على البترول وفي علاقة بالتنقيب على الغاز إلى آخره الإشكالية بتاع الرخص لمحلنا هاش إلى آخره ما كانت نجم تكون أحد أهم الموارد أيضا جالية متاعنا إلى آخره لو كان نجحنا أنها كيفاش نلقوولها ديناميكية باش نجم ندمجوها أكثر ما يمكن بتحويلاتها ما كانت نجم تكون موارد إذن في الأخير هذي لغة التقشف ما تقشف مهم جدا أنك تعمل لبان جوفرنانس ولكن إل فو كرياء لغيشيز نشوف مباشرة للحداث الاقتصادي حكينا على العجز والديون نبقوا في نفس الإطار تصريحات لسيد مونيرا الغابري مدير الاتصال بياستيغ لمزايك فام حول ديون استيغ لدى الحرفاء قرابة 3.000 مليار تحديدا 2937 مليار من المليمات من بينها 56% لدى القطاع الخاص المنازل والمؤسسات الخاصة بما يقارب 1657 مليار والدولة بالنسبة للمؤسسات العمومية 1281 مليون دينار من مؤسسات تربوية وإدارات ولكن أميل في نفس الوقت آخر أرقام حول عجز استيغ بيدها يعود الأرقام اللقيتهم لديسمبر 2021 استيغ مسالة في 2824 مليون دينار من بينهم 2300 تقريبا لدى مزاودي الغاز الطبيعي و880 ديون قصيرة المدى يعني تقريبا على قدمة سن على قدمة سن على قدمة سن يعني في معادلة بسيطة لو كانت جيد خالصة في فلوسها استيغ مثلا رأي قادرة مثلا يتخلص الديون متاحها الوين ماشي ها كرة الثلج هذي هذي على خاطر كيف نرجع لعجز ميزانية الدولة خاطر الدولة كتبدأ عندها مصعب مالية عندها مشاكل في الميزانية متاحها متنجمش تخلص استيغ هذي حاجة زيدا غياب تطبيق سلطة القانون احنا نعرفه بالاستيغ فما أحياء سكانية متنجمش تدخل لها ثمانيز زيدا تاخذ من الخيوط متاع استيغ هذوكم تاخذ منها حتى على المواتنين هذوكم الكل استيغ متنجمش انتي عندك عائلات من 2011 شلطة ما يوصل 20 30 40 مليون تسيلوا استيغ أما استيغ ما تنجمش تسترجع الديون متاحها من عند العائلات ايذوكم وأحنا شفناهم هوني ثم غياب الدولة وحتى تقول انتي ما تنجمش ما عندهمش امكانيات بش يخلصوا حتى الطرق لتسهيل لتبسيط وإلا بش تعاودت رجاحهم معناتها يخلصوا وتسمح ما زم حتى حل على هذا المستوي لكن زيدا حتى المؤسسات الخاصة انا نعرف بلي استيغ تنجم تقصها يقصت على وطلة الضوء عندها قوة ضغط على الناس اللي اللي خافوا من من تطبيق القانون عليش ما تتعملوش اللي غيث زد في هذا الكل الفخر انه مثلا نستيج نتيجة لهالديون اللي هي تسان البرة حديث عن موفيس جوفيرنانس عن شركة موف في السوق اللي نشوفه يعني المعادلة منها ومنها لو كان فما عدل ربما في خلاص الديون او طريقة بيش تسترجع زادها هي فلوسها ربما تكون شركة رابحة استيج انه في السنوات الاخيرة جلد لعداد كبير من المنشآت العمومية اللي كان من الممكن ونيني تكون منشآت رابحة ما كنجي ونحلو نلقاها تسان الف وثلاثمائة مليار للدولة بيدها مثلا شوف حسين شوفتها الشركة تونسية الكهرباء والغاز انا في رأي انا هي تشكل لبنة من لبنات الذكاء التونسي والوضعية متاحها اليوم مش حتى في وضعيتها في علاقة بالسوق الداخلي طرف لو كانت شركة امورها واضحة وخالصة ومسنترا مريقلا تخدب عندها اليوم بارشة خدمة ضيئات افريقيا اليوم بالذات مؤخرا نحكينا عليه حتى لان استيغ انترنسيونار انجت مشاريع كبيرة جدا في اسباق كبيرة يعني الخبرة هذي اللي راكمتها في دولة استيغ شائع امقابينا رافقت المعركة التنموية التونسية شعلت الظو في راس الجبل شعلت الظو في دوار ما نجمش يخلط له فنطني حتى شاي وستيغ خلط هالتجربة هذي في دولة عالم ثالث كانت بنجمة تكون احد اهم اليافتات متاع اختراق العمق الافريقي وانك تشاهم في شبكة التنوية متاع افريقي اللي هي بيش تكون احد المعارك في المستقبل اللي قاعد يصير في غانا اليوم الامريكين مالمومين في غانا في علاقة بالقمة الافريقية الامريكية هو كيفاش اليوم تحديث البنية التحتية الافريقية ويعتبروها مرشي كبير وشركات العالم الكل قاعد تلوج على بار ايضا استيغ ناجمنا القاوة في اعادة العمار استيغ ناجمنا القاوة مثلا في سوريا نلقاوها في ليبن نلقاوها في اليمن نلقاوها الى اخير هذا بيش 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 تحولها الى شركة اقوية تلعب على مستوى دولي ما بتوازناتها المالية وبتوازناتها المالية كتبدأ للشركة رابحة بيش ناجم تعمل في تطوير على هذك مهم جدا اليوم لو كان نحب ونصنع منها مؤسة رابحة وايضا مؤسة تكون هي الجسر متاع الكفاءة التونسية الى الخارج يعني اترأي المشكل المادي مثلا الفخري المشكل المادي ذي مانا استيغ اني تحل جوانحها اكثر مانا مانا تماما حسين ما نحك ليه تم حوكم مش لازم مش خطر لقينا الارقام بيش نقوله بيش نقوله استيغ ما فيهش حوكمة ما هيش رشيدة هما المؤسسات العمومية الكل تعاني من غياب الحوكمة غياب الحوكمة زادة الاختيار متاع الدولة التونسية خطر من المفروض المؤسسات العمومية اللي تخدم في مناخ تنابوسي تعطيهم استقلالية القرار وحتى تتوى الدولة التونسية ماخدتش قرار في هذا صدر الليامات هذوم تقرير الدولي حول المؤشر الحرية الاقتصادية سنة 2023 صدر تلقاوه في موقع ايروتيج دوت كوم تونس في المرتبة 132 بسكور 52.9 نقطة تراجعت بـ 1.32 نقطة عن سنة 2022 تونس موجودة في المرتبة العاشرة على 14 دولة مصنفين منطقة شمال افريقيا وشرق الاوسط الميناء والموقع حكي على مرحلة استثنائية وانتقال استثنائي من الحاجات اللي ايميل تدخل فيه اختيار هذا المؤشر نحكي عن مقاومة الفساد القضاء الحريات الإجراءات الإدارية برشة دي بوان يتم تقييمهم ويخرج في النهاية مؤشر الحرية الاقتصادية وللأسف فالمؤشرات مؤشرات اللي احنا نعيشهم كيتوانسا ما بلغوش المستوى المطلوب والمنتظر احنا قاعدين نشوفوا في القضاء القضاء هل القضاء التونسي قاعدة تعافى نحكي فيما يخص كل الازافيغ ايكونوميك مثلا انا اذا عندي مؤسسة ونمشي نتقاضى قديش وقت التقاضي هل انا ضامنا ان التقاضي بش يكون معناتها بش يضمن لحقي وهذا مش لثوين سابرك حتى للاجنب وكثير من الاجنب مش منطوى هذا من قبل حتى 2011 كانوا يقولونك عننا مشكل على مستوى الترانسپارنس معناتها متاع البروسيدور جوريديك وكل شي ومن ما بلوثك العادة نبستوها وزيدا نضمن حق المستثمر في قضاء عادل هذا هذه مشكلة كبيرة نمشي للاجراءات والاجراءات احنا نعرفوهم هي اجراءات معقدة وتاخذ برشا وقت اي دونك ما تشاشعش على الاستثمار وزيدها كي ما نلش عليه قلته قبيلة زيدها غياب عامل الثيقة بين الصلط والمستثمرين وهذه يظهر لي ما انتها معضلة لازم تعرض لها حكومة نجلة بودن ولازم حملات اتصالية كبيرة بشتقن المستثمرين بأنهم حقوقهم مضمونة في تونس مثلا فخي هيا بحقوا على قطاع البناء والاشغال العام قوانين اللي تنظم القطاع هذا تعود لسنة 1970 اجدها يعني عدا بعض القوانين الجي بائية عدا بعض القوانين الجي بائية والاجراءات الجي بائية القوانين المنظمة لبعض القطاعات اللي نغم الموت ساهم ثلاثين وخمسة وعشرين بلايين من ناتش الداخل الخامل تونس قوانينها شدت لانتريت وكان جاءت عباد رأي كملته ومشيت على تراشئ انه بحاجة الحاشتين ثورة قانونية ولكن نقطة ختمت بها امال وراه هي ربما الاهم في اي مجال اقتصادي ثقة اذا فمش ثقة في بلاد في مؤسسات في الثقة بنت حتى الناس يعني شوفت احنا حسين احنا عنا تخمة تشريعية في البلاد كل شيء مشرعين فيها بالعكس عنا تخمة تشريعية بعد عشر سنين الناس كل تشرع تشريع تشريع ولكن قانونية في قانون اخر وبالعكس تخمة تشريعية هي للفساد اولا للفساد وهي ايضا للعطب في النشاط اعنا في رأي الدول المطورة المتقدمة لتشريعاتها تكون واضحة وتأويلها ينجمي اولوا اي مواطن واضح بالعكس احنا نسمى نقطة بالعكس نحن معا فكرة سحب الرخص تعميم الفرص سحب الرخص هو تحرير لطبيعة النشاط يكون في قرأة الشروط فضل مرحبا بيك اما انهار تخالف في قرأة الشروط تحمل المسؤولية متاعك لانه تحرير لابد انه القانون والقانون يكون كالموت على الجميع هذا هو معناه الحرية لانه الحرية عمل لاش تحب الحرية الحرية انك ايضا تقعلك القدرة تحمس واثنين الترقيمات من النوع هذا حسين شو تأدي شوف خلنا نتفق ونكونوا واقعي نحن البلاد هذه لعد ربي اعطاننا لعنطنيش برشا وثروات اعطانا حاجة بارك نقطة قوة اعطانا الموقع 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 هذا حتى معليك حتى معليك انك تستغلو وتعرف كيفاش توظفو باش تعمل كروة سانس ايكوناميك وتخلق ثروة في الارض باش نجم تعمل من الرخاء على الناس لعننا جازو لعننا حكاية ذي لعننا الموقع هذا موقع هذا قربك من اوروبا قربك من انفتاح اكثر على العالم المستثمرين الدوليين الكبار بيجي يستثمروا عندهم والله عمد لي باس بي هي برشة ركز معي اللي مش هكيو فيها جزو ما على العلاقات الدولية والمعاهدات نشو مبشرة ركز معي اميل فما برشة عباد كليل تترح مثلا موضوع معاهدات الدولية ما يعطيوهيش اي اتمام هل هي مؤثرة مثلا في سيادة الدول في اقتصاداتها واحنا نحكي وفي برنامج اقتصادي بانسور يا مؤثر خاطر انت كيف تعمل معاهدات مع دولة من المفروض تحترمها ثم معاهدات المعاهدات لازم تكون متوازنة ما بين الدول معناتها تحمي المصالح متى الدول اللي امضات على المعاهدات ماذا مش تكون على حساب اقتصاداتها او امنها وكل شيء احنا نشوفه مثلا في مستوى معاهدات حقوق الانسان مثلا كيف تشوف امريكيا مع جورج دابليو بوش الابن وقت اللي صارت 9-11 وقاعة معنتها التفجيرات في امريكا شنو عملك الاتريوت اكت الاتريوت اكت اللي ناس ما تحكيش عليه برشا احرم حتى الامريكين من حقوقهم علش على اساس انه عمل ارهابي كبير ودنك هذي كيسمح له مش يدخل لحياتك بدون استئذان وحتى كيبش يقوم بايقات بالأرهابيين لقى بوكالشي هذا على مستوى امني في بلاد اللي هي رمز الديمقراطية نقوله في العالم على مستوى المعاهدة الاقتصادية احنا شفنا وعليش احنا جدينا هالركن هذية على خاطر مثلا شفنا انها تونس في السنوات هذية الاخيرة ادارت اقتصادية من المعاهدات مثلا وديما نرجع على غالب نرجع لالأجزامبل المثال التركي اللي معنتها هو كان حاضر كثير في تونس وثم ثم صناعات معنتها اندحرت معنتها على خاطر السلاع التركية يجد دمبينغ الاترك الحكومة التركية تعمل دمبينغ وتعاون شركتها على انها تغزو الاسواق الاخرى شنو اسا قدام السوق تونسي متهلهل تاعب معنتها انستابلية بوليتيك وكل شي كانت اذيك على حساب الاقتصاد التونسي نحترمو اللي جاتنا به الومسي واحنا اقتصادنا في انهيار ليه ثم استثناءات وهو حتى في الومسي يقول لكراه معنتها بولا دونك في بعض الاحيان ثم استثناءات فيما يخص معاهدات الدولة شو اكثر تفاصيل في ركز معايا المعاهدات متعددة الاطراف او الثنائية عندها تأثير على سيادية الدولة او على المصالح الاقتصادية لأي دولة كانت هو شوفش معنتها معاهدة سواء تكون بمتعددة الاطراف او لما بين اثنين هي بارة على عقد كما كنت خاء زوز عبادي يتفقوا مع بعضهم هذو ما دول تتفق اذا اول حاجة فيها بالطبع هي كل سيادة معتقانا كدولة عندي سيادة مانيش باش نصحح على معاهدة او اي شي انا مش متفق عليه وبالطبع الحاجة الثانية انوانا باش نصحح كان على حواج اللي هي تفيد الاقتصاد المتاعي للاسف في بعض الاحيان تظهر قوة في دولة معاينة سواء كانت في الحكم ولا مش في الحكم اللي هي تقبل باش تصحح على اشياء كما نقول التأثر بالطبع يمجمش صح اذا كان يميش في الحكم لكن تأثر على هذك القرار المصالحة الشخصية القوة هذية اللي تصحح على معاهدات اللي ميش في صالح اقتصاد البلاد وتلقى روحها البلاد مكبلة باشياء اللي قاعدة تبادلات تجارية مثلا تكسر لها في الاقتصاد متاحها وتكسر لها في التجارة متاحها وهي موافقة عليها خط القواء وبالتالي يزم في أول فرصة وضبما تعي وتاخذ بزمام الأمور أن يتوقف هذه المعاهدات خطر احنا مش نصحه على ألف سنة أنه نقلبه الميزان ونرجعه للمصالح اقتصادنا المعاهدات اللي ما تخدمش مصلحة تونس هل يمكن التراجع فيها يمكن التراجع كل مرة نتراجع كما نتراجع في أي عقد إذا كانت دولة تحس اللي هي عندها أزمة سياسية ودولة مثلا ممكن توصل حتى للإفلاس ولا على شفة الإفلاس بالطبع من مصالحها أن تتراجع في أي معاهدة سواء مع دولة معينة أو مع أي شخص أو مع أي دولة معناتها باش توعيد وترجع وتحل مشاكل العجز متاحها عجز الميزان التجاري متاحها والواحد طبيعي وإذن العبيد اللي قاعدة تقول لنا التويكة اللي مش ممكن التراجع هي عبيد ما هيش قاعدة تخدم في مصالح تونس والأولوية القصوى الآن اليوم هو أنه نعود الرجع هذه المسائل لأنه ما عنيش حل آخر لأنه احنا في حالة أزمة اقتصادية خانقة جدا للبلاد ما هي مسؤولية السياسي ورجل الاقتصاد في انتهاج استراتيجيات فيها حفاظ على الاقتصاد الوطني مسؤوليتهم كبيرة برشا مسؤوليتهم هم عندهم أمانة في رقبتهم 12 مليون تونسي إذن مسؤوليتهم هو التأكد أنه 12 مليون تونسي يكون عندهم الاقتصاد الأحسن يكون عندهم اقتصاد متوجه للتنمية متاع الدولة وخاصة يلقاوا حلول أخرى مش فقط يوقفوا هالمعاهدات اللي هي ضدهم لا يمشيوا يشوفوا الواحد احنا عندنا مثلا فضاء مغرب الدول المغرب العربي شا قاعدين نعملوا به الفضاء هذك المؤسسة وهالمنظمة وهالسنين الكل وهالفلوس اللي قاعدت تعطاوها الشارع لشنوها ما كفيش أنا كتنحي التأشيرات به يعطيك الصحة لكن من بعد تبادلات عليش ما نتقويوش راحنا كنوليوه سوق كبير متاع خمسة دول مش حتى نكونوا فقط ثونائية ما احنا وتزير وإحنا وليبيا لا 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 نحلوه الفضاء هذك ياخي أوروبا كيفاش ولاية أوروبا ما بديتش بخمسة دول ومن خمسة دول ولاية من بعد عشرة واثناش وخمسة وعشرين وكل كيفاش الاتحاد الأوروبي ولا القوة هذك خطر حل السوق ما تحلش فقط التأشيرة للتنقل تحلكش للبضايع للعمل لكل هيك الأشياء إذن هنا المسؤولية كبيرة أنك من ناحية توقف كل شيء لكن تطور تلقى حلول وليما لا في المنطقة العربية الكل وليما لا في إفريقيا الجاع الجري السياسي اللي يتخذ اليوم لأنه كل تأخير هراه عنده تكلفة إحنا ديما نحكيه على لكودة للنكسيون هذك التكلفة كبيرة برشا بالنسبة لتونس ما تراش إنه من ممكن العمل أكثر على المستوى الثنائي في منطقتنا شوف القيادي هو إنسان يجمي غير برشا هويش يجمي غير برشا قراره هو في بلاده وقراره ثنائيا وقراره مع دول أخرى خاصة أن الفضاء هذا موجود والمنظمة موجودة صار لها سنين هذك هو القيادي هي شنية الديبلوماسية الاقتصادية والتيجارية والديبلوماسية النوع هذك هي اسمها على جسمها أنك تمشي وتقنع وتكون بالعكس تكون واسطة تخير ما بين اثنين جيرين متاعك وتكون تتحرك بالطريقة هذك إذن إذا كان نحطوا استراتيجية قوية وواضحة ووضحت المعالم وعننا برشا خبراء اقترحوا مليون ألف فكرة معنا مش حاجة جديدة اللي قاعدة تصير أما فقط اللي ناقصنا كما قلتنا هو التطبيق هالأفكار هذية هو نمشيه للحزم والحسن في هاته المسائل واتحادنا ما نقعدوش ديما ديما كل اقتصادنا مرتبط فقط بشريكنا الأوروبي مثلا وبالعكس نشوفوا مع بعضنا كيفاش نجمو نكملوا بعضنا كيفاش نبيعوا وليبيا بالطبع موافقة لأنه ليبيا وكلنا حياتنا الكل مع بعضنا وتوى أكثر من قبل يزمنا نتحركوا هذيك هاي الحلول مع أنت انت كيفاش تحب تخرج بلادك انت في أزمة اقتصادية يزمك تلقى كل الحلول وخاصة الحلول اللي توى قاعدة تخسر فيك برشا واللي كسرت لك اقتصادك هذيك توقفها تتسويك وتتحرك نحو أنه أنه تتفكر نفسك أنت عليش سياسي أنت عليش قيادي أنت قيادي خطرة تحملت مسؤولية شعب كامل في رقبتك يزن تكون قد هذيك المسؤولية مشيو مباشرة إلى فقرة اللي نحبها برشا فيها البرنامج من أول اللي يمتلولها بتاع البرنامج أمال وفخر قلنا أن الفقرة هذي هي اللي تجيب الأمل وتفرهدها كيا نمشيو مباشرة الستارتاب هذي جزء الورقة هذي زوز ورقات ما كافوني باش نطبع السيفين تعظيفنا اليوم وقارف يامريك ورجع لتونس ورجع لتونس مرحبا سيدي سكندر شوكا نوارتنا مرحبا هلأ أصريت أنك تحط السيفين على إنجدين يعني كله يعني لتونس باركالله أمريسيون للأمانة يعني هاوش نرجع بعد شوية نتعرف على وائلد كارد ليه يعني الجامعات اللي قاركين لدي مسألتوش قدش عمرو كيل عادة ولا ببعض تسلم خلي العمي تفهم علشان مشتحكي ونحكيو على وائلد كارد منصة خاصة بلاتفوم تبشيو تقضيفها اللي سبوختيف تاوجيه الصيف في لعبتش للتحرك أكثر بشيو نشوف بعضنا التقرير ثم نعود اشتركوا في القناة نعم فهو أنه نعم أنه هناك évolnaire لدينا عدد فينين وآنا حудь كل ملاً عاد funniest عامل وقبيلات الأ мужاء بطلب الإعداد من Desktopك يواجهون الطعام للحب في المرتفق اليوم ومثيرهم نعم فشهر نعم أنه هناك فهو أنك نعم وأعرف فينين نعم كيف تتعرف من المعارضة اخرى جنوبهن؟ كنينة، نحن على السلسر، فهما سيتم اعرف بالفعل إنه مصدر هو مجال المعارضة من البرمجرد وهي السفر المنكسي أولا، ما هو المفادي في الأيام؟ استخدموا كما تكون مجموعة القبولة ليس أساساً أو أشياء وضعة مراركة لكنهم يشعرون أشياء في التجارة لتشعرون أكثر مختلفة بالتجارة لأنها تحتاج إلى أجازات المنطقة تساعدون المتابعات والمعارضة على مدى المنطقة والمقارضة ولذلك تبقى بعض الأمام وبعض الأمام يجب أن يكونون فيه الموضوعات و يجب أن يكونون من أجل تسائل في مدرسه لكي يتم تجعلون أكثر سيناولة ويجب أن تستطيع بسيئات المتعب في الوطورية ويجب أن يكونون ممتع بكثير من خلالة نظام ويجب أن يكونون ممتع بكثير من المنزل جديدة هنا. يجب أن يتعرفون أن يدخلوا في الدمان جديد. يجربوا شيء جديد في الساعة. يدخلوا مزان دو كنفور. يجب أن نسمع في حيث. ندخل هكاية وكل. سي بيان فام عباد تلقر ويها فام عباد تحب. وكل. أما سي بيان زيدة أنك تقدم وتعمل حاجة أنت تحب عليها. والله حل ما تنجم لك تحقاقها. على خاطر فام اليوم دي ريزو. ومعناها أنت عبادة تعاونك. لكي تنجم توصل وتحقق الحل منتعك. هذه الأشياء ديما قلت تنجم. ديما يوجد شيء جديد. لا يوجد شيء جديد. لا يوجد شيء جديد. ديما يوجد شيء جديد. يوجد شيء جديد. نتطور بها أكثر. إذن هذه هي ويلد كارد من الساعة. لذلك ستون بلاتفاق مع دباشمتا سبور. يعني اختصاص تقريباً. أنكم تبيعوا دباشمتا سبور. اسكندر من عدد كبير. قبل أن ندخل في تفاصيل. ديما نحب أن نفهمه. ما الذي يجعل شاب قراء في الخارج. في الولايات المتحدة الأمريكية. كالنجم يخدم. كالنجم يتمتع بالهجرة. وهي حلم جزء كبير من الشباب. أنه يرجع لبلاده. يستقر. يبعد حتى على البزنس العائلي متاعه. ويحاول يبدأ مسفر. نحب ديما الرسالة هذه نعديها للليجون. كالنجم. قرأت في أمريكا في 2008. قعد ستة سنين غادي. أعملت بشلور. كاملت مستير فينانس. تعديت في هارفرد ينفرسيتي. أعملت في تونس. كاملت في أمريكا في مستير في وأمريكا في ريوليس. ثم ترغبوا فينانس. ولذلك أدفع مستير فيها. ونعني حراء. لا، أدفع. عندما تنورك أمريكا فيها. أما أن تنوركي الأمريكي يقعد أن تنوركا. ومع الحال إلى المنزل وحاول الدين المستير فيه. وقربنا هناك ثابة. إنه موضوع الخطر ديني. وتع ramane جدا. ونهي تكون الأساساً على أن يذهب. وتعاون بلدك وقررت انك يعني بعد تجربة عائلية خلينا قولو مع الوالد قررت انك تحب تطير بجناحاتك وأسست ويلد كارد علیش الوالد جنرال انشيخش لسولیسان فاسیل احنا كان ما عابش انا كان الوالد جا حای وعندو بزنس والله لن سایو فما عقلية ما توارثناها انو نتبع ومش خائب حتا في بعض العائلات في الخارج ما هذیک هوا دونك تطورث البزنس و تمشي لعب انتي تحب تزید اضافة الشباب شو اللي هزك في ثنی هذي اسكان؟ والله هو الانترقنریات جا تعلمت من عند الوالد والالكسپریانس تحفون برشا تعلم طول الدومان دور عليهم الكل من الوپراشن، الانبور، الاحوان، تعلم برشا حاجات اما بعض لازم تكون وحدك و تجرب الالكسپریانس وحدك انتوكا انا ما تقول فلا ديين جا ببزوان دفاع حاجة وواحد اون اكسپریانس و خرجت و حالیت اون برمیر ستارتاپ قبل وایتكاد انا نارف بل كثير من المسؤولین الامريكيين ما انتا قلت من هم واحده شاد سكرتر ديتا او كوميرس اللي هو انفوستخز امورتان في امريكا ستون فمیه غیشي سیب، هی خدمت برومن بش خلصت زیتود كنتت ناجم تاخد فنوس معا عائلتها لكن خدمتها و خلصت زیتود و ستواحدها معنیتا زیده هذی كثقافه عندهم هما تعمل على روحه عندك الثروه متاع العائله وهذه الثقافه اللي من المفروض احنا نشجعوها انه هو اثبت الذیت الانسان في حاجه انه يثبت انه ينجم ينجح وحده و هیده الیکزمبل متاع سکندل و تا بلشا ستغتابر احنا شفنها دونك انفت الیکسپریانس امريكا شنو ها انت ستغلست منها؟ والله وحط نتفكر في 2008 مشیت و كنت زرير جابی 18ان و غاديكا سفریک توت لزو بوخنطه موجودی امازون الالیپاك بیا کن فلکتوبات و بدیتن بیا کتوبات متاعي نشرفیم مل امازون و سور انترنت و اجورد امازون او المارکت بلاس فالعالم دونك توالی تعمل تدخل فالشلوس تشکتیب و تعاون تبیوه سور امازون و توتی سوپورتونتی محلول که سوال فینانسیر، كومرسیال، و يعاونو کبرشه غاديك دونك تعالیم هده كل غادي مباعتنشم تراوح و تعاون بلادك شوائی دخل ترسل هو بطنجم و كانت تكون سعید انك تقابل شخصیه كم اسکندر و تشوف الناجح انتاعه لیکن كم اقا قال اسکندر قال انا كمشیت لاماریکا نلقا مازون و نلقا كذاته احنا نماذا بینا زیده توانسا فشبیبه توانسا يلقاوا الفضاء الموجود فاماریکا الفضاء الموجود فى الامارات اليوم فمش کون فى الامارات تخل بدو 100 دولار تخل الامارات بو 100 دولار اليوم نحكيه وعلى مليونر و يحذر فى روح و بش يكون ملياردر على هذیک احنا شو نقول و نقول وك اللي كن نحكيه فى قبله التشريعات يجب ها تكون مواتية انك تستعمل استعمل استثمارات عمومية بش تخلي الناس كم اسکندر فمتن يكونوا هم اللي بروتوتيب سوسيتال اللي يولوكم موتيف متع المجتمع متاعك باش الناس تتبعهم باش نجم تنجح تخلق فضاء متاع تحرير المبادر اسقنا نقربه اكثر ما يمكن الكونكورنس بوري بارفايت خاطر يمتنش تقرب له هستان موديل نحاولو ديمل وقربو له مما نجموش نعملو فمي تقرب له اكثر من هذا باش نو اما هالدولة تشرع عندها اللي موديل الناس الناجحين تحاول تقدمهم ايثن التعليم متاعنا ينزم اسكندر تلقى تعليم اراقي ينزم التعليم متاعك يحاول يقرب للجانب هذي ايضا اليدارة متاعك ينزم هاليوم تولي اتنجحة بتكون كومباتيبل مع مع الستارتاب اللي مش وليهم بعض ان شاء الله هر اخر دي جي يو ويقودوا فمتني السفير ايكوناميك بتاعك على هذيك ريوم فرحان اللي وفما مبادرات يقودها اسكندر ويقودوها الشابيب اللي جاء واحدين الكل ولكن هذي مخليووش مبادرات فردية يزمو يتحول الى شغل عام على ذاك المبادرات هاو شرش وبعتش هاي الوايلد كارتش ونجمو لقو عليها عجبتني حاجة في حكايتك اسكندر انك موقفتش فقط عند البزنس كان عندك نشاط المجتمع مدني كبير، سي او كلوب مثلا الي اسستو يعني حاولتو تجمعوها كبير في مشاريع شوبين بيش يعملوا بتكونوا انتو م أنوب تحتاج بش تكبروا المعارف بش تكبروا البزنس بتاعكم حكينا عالتجربة هذي يعني كلكم دي جانساعة فيه الكلوب هذي العقلوب دي سي او دائما نساعة انك استرادات فيها ووالوبشتف فيها نسجعناح ونسجعنا نسجعنا 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 حجرنا نسجعنا نبعثكم من المعرفة والمعرفة ومعرفة نسجعنا والجميع المبالب ou كل شيء يشتم كبيرك ومعرفة نسجعنا نشجعنا فحضرنانا نبعثكم تأتمنى حماية التلفريقي بالتجاهي إذا كنت تتحدث عن المتطبع عندما يتحدث أيخي عندما يفعل المتطبع في تلك التحكم ويتحدث ليوم المتطبع ولكننا تتحدث عن المتطبع ن編 نفسها الناس يتحدث عن المتطبع لأن المتطبع المتطبع معنيتها بأفكار جديدة بحركية وزيدها من ننسيوش بإرادة قوية في النجاح معنيتها سوكي ديستانج لإستخطابه من بعثي المشاريع الأخرين هو يعنيت الإرادة يقولك لازم مش نوصل وسكندر كي ما قال قبل ويل كرد عمالك كيف نوصل إستخطاب جدا من عرش إذا نشحت ولا منشحتش لكن بعدها هيا قديت أنت إستخطاب هذير هذير اللي أحنا محتاجين له ومش محتاجين له فقط في ملو ديستاخطاب إحنا المالأخرين لنا وقت اللي إنستاذيب عملو الانوماش في الوزارة الأولى هو بيد وش اسمه كريم بيقير قال رو أنا مستعد بش نعون توليستاخطابر رو إحنا عنا معناتها حتى بالليفون بالنصايح بكل شاي دونك ثم علاقات راقية ما بين لستاخطابر اللي من القوهيش في دوتر يعون معظمي بيد من القوهيش في دوتر معناتها أنفت سانعدك موش عدوك في الستاخطابر لستخدم إحنا محتاجين له خاتر جسما حتى ساندز Leh مانتها ديفرانز لزن دوتر وزادة من نسيوش بالليلستاخطاب سسانبات دو جرانز أتوهيش بالليدين تعلق ولا المونوPOL ولا حاجة دونك هو مجل مفتوح لمعناتها لليماجنسيfried على ذكر مثلا لستاخطابر عن ذاكر برح شوف تبقيقات حبيت قدم لاتحيه أول ضيفة نظري في برنامج أمانيا منصولية موجودة حالياً في برشلونة في حد أكبر المنتديات الدولية للتجارة الإلكترونية والموبايل عن طريق استخدام متاحها بشريت فخري قل لك نتبادل فكرة الفشل والنجاح ونتعلم من بنات بعضنا كيف نقدمه وكيف هو اللي هو في الحديث ثم تبادل متع خبرات ثم تبادل متع نظر ربما الغلطة لعشتها ستارتاب هيك لا تعيشاش ستارتاب أخرى شوف هما ستون دينامي كما قالت أميل ومنطلية أخرى وكما قاتلك قالتها أميل الكلمة ما همش مرتبطين بالرأي على الراند همش بيحد يسكر همش بيحد يسكر يجب يرقز في خدمته غادي كيف تخرج الفالورة جوتية ما تخرجش بالأحديث هم تعطيني دوسي من غادي ومرشي ما عندهمش جوى ذاك على ذاك هم ربما نقيين في الجانب هذا أما نحبهم قولة وحنا نحكيه على بجير وانستاديب وناس كلنا احنا فرحان وحنا عدقل أول ناس فرحنا بيهم أما أنا نحب اليوم الدولة التونسية تعاوني ستارتاتورلي فشله المحاولات اللي ماتتوهية جانينية خاطر بجير كان قاعدت في تونس وفي تطاويل ربما رأوا مات ونده ثرغة ديك أحنا مش كما إلا ما ينجح نكرموه نحب اليوم تولي عنا عقلي نشوفوا الناس اللي ما نجحتش نمشي وولهم ولا هنا يقول إسكندر والقاعدية تمتاحوا من خلالهم هم نفهم وشكون نعيش صعوبات نمشي ونعاموه باش ينجح باش واعد ينجم يكون يكركرنهم وقولوا نعاوناه مش بعض هو ينجح باش يقولوا لك بوالي ونكرموه حقا 10 سقنة أحسن حاجة عند الستارتاپر تقافة الإحباط مهش موجودة ايسا ستريزا ايسا ستريغتين زيد مساعدت جاوز وقتك شوية إسكندر شعنا في والدكار فأخير أنتجار الإلكترونية التي يعجب الى إطلاقات الإلكترونية ونكسة تابعات الإلكترونية ليس لديون مساعدتين يقرر نفتلا في المشاعدة لا يكون لديون مساعدتين وقالنها فإننا نزيل محادث تريدون فقط نفس الإلكتروني فإنسان لنهاته يكون هنقصت لديون مساعدتين لديون منذ موجودات للقوالي ولديون منذ ملوائف يمشون منذاتجار لدينا علماء نظمة نظرة نبك داخلي نظرة مع نظرة على المخصود هناك كتابة في أدوك وراء نظرة لي داخل المنافق خطأ للقناة الأسفل مع أدوك وووك أن يخزون على الفتاة هذا الموضوع ليس أعرف أدوك مع المقبضة قبلنا، وضعنا نتوارك في التعاون. هل تتواجهون فقط لبيع السبور؟ يقول لك، عندما نكبر مرش، كنت أبيع كل شيء، هل تحضر على شواء؟ موكا، موكا، موكا. نعم، نبدأ بشكل موكا، ومن ثم أن نتعرف في الإجوارات ومعني أن نقوم بجميع المنزل بشكل مستعبس، بشكل مستعبس، بشكل مستعبس، بجميع المستعبس، ومن المعرفة 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 الضوء السؤال نختم به القرارنطي مثلا قضيت من الكواليس تأكد لي أنت قبل كما قلنا حتى في الكواليس أنتوما كفريق تأكدون من الأورجينال أنو هالقطاع يكون الأورجينال ليس من ذالسين وليس من ذالسين وليس من مضربين بين ضفرين من بعد يعني مثلا تعرف ما فما حتكتشم عن تحنون فما ندليم تاع ساتيسفكسيون حتى يرجع نفسنا في Wildcard نقارانطي نقارانطيig التوثيق عمره 32 سنة موفق إن شاء الله سيسكندر ووايدكارت زروه الموقع وضعنا نرى سولة وضعنا نجم سيئ فاخري تحضر روحك للصيف من تون ونمشو دي جاو دمان شو مباشرة نتابع مباشرة نمشو مباشرة نتابع فاخري فاخري تعرف اهمية المشروع بشي حكينا علي اليوم لانه موجود لانه والله مرة كيك نحكي مع احد قال لي نحب نعمل لك شوية قرمود في ملقاش صنعة و اقل خطفيت قال لي الا ما وصى و دراجنية يعني ما همال اكاك هن نختاره في المشاريع حتى الحرف يعني واشمال تحرير تفكر ووشميك مش سيبرا الامور مانشو مالا عباد كنحكيو قرمودررر ومزيل اللي عباد تستعمل عنا مناطق متجم تعيش ايزم تجد مثلا نخلو عند راب ونفرح وبثل اذا ما يلقاه شو مع عباد تنتج هالمواد هذين تلبناء مانجو موش يصلح من فترة الفترة ويوالي ذرر عليهم وهي ملاحفتك الشمال الغربي. شوف من مجاز الباب تشتوره تخرج حتى الثالث برقة. بارتي هذيك لكل البنائات فيها ما تجب تكون كان بالقرموت. اثنين عندك ايضا سوق كبيرة. سوق الجزائرية تمني بارشة بالقرموت. عندك ايضا في اوروبا. عندك ايضا سوق في السعودية. السعوديين ايضا يعتمدوه بارشة في البنايات في الشرق. اليوم المشروع هذا لو كان يتحط في بلاستو وتخدم عليه بالباهي وتخرج بروديو دو كالي تي. ينجم يكون فهمتني ينافس لبروديو الموجودة. انا نقول لك ينجم يكون مدخل متاع بيزنس بيزنس. شو مباشرة انتبع فخري كيفية انشاء مشروع صناعة القرمودة البناء والديكور. اليوم مع بعضنا باش نعرفوا شنوة لازم يتعمل باش تكون صاحب مشروع صناعة القرمود. اول خطوة هي لازم تتلقى تكوين في صناعة القرمود في مراكز التكوين العامة او الخاصة. ومن بعد تتوجه المراكز الاعمال الموجودة في كامل انحاء الجمهورية للقيامة بدراسة المشروع. والدراسة تكون مجانية. ومن بعد تتوجه البيتيس او بنوك تجارية اخرى لبحث التمويل. ومن بعد تتوجه الوكالة النهوذ بالصناعة والتجديد للتصريح بالاستثمار. والخطوة الان بعدها تتوجه المحامي او محاسب لإعداد القانون الاساسي. ومن بعد تتوجه للقباضة لاستخراج البتينده. واخر خطوة تقوم بالتسجيل في السجل الوطني لمؤسسات ارانو. نمشيوا مباشرة بعد شوية للفاصل. نذاكروكم في الجزء الثاني من اللي قانا اشتقوا في مجال البنائي. نحن نحن على المشاريع العامة لبلتمن الأشغال العامة والمشاريع الكبرى. مصير شركات تونسية متاع المقاولات. ماخذ حظها في هال مشاريع. وقحة اليوم اسكو البلتمن في تونس وإلا لأكثر تفاصيل مع سي جمال الكسيبي رئيس الجامعة الوطنية توصيل لمؤسسات البناء والأشغال العام نشكر ذاي في اسكندر ذكركم منصة للعباد اللي حب تستمتع بدباش السبور مختلف الاختصاصات وعندهم صول دانهارين أمال وفخري أحنا فاصل ثم نعود مساء نور مشددا في بزنس البرنامج الاقتصادي الأسبوع على النسمة اللي يوريكم زادة أنه في الاقتصاد برغم مشاكل فهم حوله لا شمو نحكيه في الاقتصاد ويظهر لي هذا من أسباب مشاكل البلاد فخري وعمل أنه ويني تذكر الموضوع الاقتصادي اللي عبد تتشنش وتوتر لا شمو نحكيه وتتروبوزين الحل في الاقتصاد ما نجمش يخرج عند الناس متوترة حل في الاقتصاد يحب العقل البارد سي جميل مساء نور نوارتنا سيدي سنتحدث عن قطاع برشا يعتبروها الشريين الرئيسي ينختار برنسيبال بالنسبة لكل اقتصادات العالم بينهم اقتصاد التونسي حكيوا لقطاع المقاولات والبناء واشنرتوه أكثر بموضوع الأشغال العامة ودور المؤسسات التونسية في هذا الريطار مقبل هذين تشوفوا التقرير وبالنسبة للصور على الأقل حاجة بهذه الصور خذناهم من المواقع الخاصة لسبخولوس وأيضا لوزارة التجهيز والإسكان اللي عن طريق المواقع متاحهم نفهم مشاريع موجودة في البلاد تشوفوا التقرير مع تحياتنا لصديقنا لوت في المنشر رئيس التحريق العديد هذا التقرير مثل قطاع البناء والأشغال العامة في بلادنا تلت عقود أحد أعمدة التأسيس كما سهم في حركة الاقتصاد الوطني ووفر أكثر من 450 ألف موطن شغل القطاع اللي أدى دور ريادي في تحسين حياة التونسيين ومكنها من تحقيق حلمهم في امتلاك مسكن كما مكن من تحقيق التطور العمراني على مستوى البناءات والمرافق العامة والسدود والطرقات السريعة والمحاولات والمناطق الصناعية وغيرها ومع المتغيرات اللي عرفها المشهد العمراني في العالم وتطور تقنيات الهنسة والبناء خلال السنوات الأخيرة اشهد القطاع في تونس نقلة نوعية على مستوى التجهيزات والمعدات والارتقاء بجودة الخدمات مستفيدا من خبرات تمت مراكمتها على مدى عشرة سنوات لدى مقاولي البناء والأشغال العمومية لكن رغم هذا التطور فان القطاع ما زال يعاني وطأة المشاكل والأعباء المالية قطاع يحقق حجم استثمارات فوق 800 مليون دينار ويستوعب طاقة متنوعة من اليد العامل المختصة لكنه يعاني من أعباء الظرقب والأداءات والارتفاع القياسي اللي شهدته أسعار مواد البناء بعد 2011 فضلا عن التأخير في استخلاص مستحقات المشاريع المنجزة وفق أجال العقود واللي تسبب في أزمة مالية للمقاولين وتسبب في إفلاس العديد من الشركات هذا علاش المختصين والمهنيين ينديوا باستمرار إلى ضرورة الإسراء لإنقاذ القطاع خصوصا لتجاوز أزمة المديونية المتراكمة حتى يحافظ على موقعه الاقتصادي والاجتماعي المتميز ومن نقاط المطروحة أيضا للإصلاح ضرورة مراجعة منظومة التكوين المهني حتى تتأقلم مع حاجيات القطاع خصوصا أنه حوالي 700 متكون فقط هو عدد خارجي مراكز التكوين المهني في البناء والأشغال العامة كل عام رقم يعكس ضعف الإقبال على مراكز التكوين المهني رغم الطاقة التشغيلية لقطاع البناء جميل الكسيبي نوارتنا رئيس الجامعة الوطنية والتوصية لمواسطة البناء والأشغال العام كنشوف تصاور كما نهكا كما قلت خديناه من المصد الرسمي وزارة تجهيز فما خدمة فما يعني الباتيمان فا يعني فبالتالي يلزم الاقتصاد يكون متعافي يعني اليوم كي في الأرقام الدولية يقول لك في اقتصاد متوازن البتي بي الباتيمان تغفو ببليك يلزم يكون مساهم بـ 14% من البيباء في تونس بين 6 و 7 يعني اما كنشوف تصاور هكا فما حركة فما شنطيات هاو لباس صور تدعو على التفاعل هل هي قراءة خاطئة لهذه الصور وبتالي رؤية غير صحيحة للواقع معك انتي ماذا بينا نعطيه الرؤية صحيحة هو يلزم اللي عندهم المشاكل الاخرين اللي عندهم مشاريع يعملوا كما وزارة تجهيز هذا اللي ندعوه لو احنا ولي معنا برشة الناس تتقلق كنقولوا الواقع بزارة تجهيز من وقت سيحباد الفريعة يذكروا بخير صارت تعطي المشاريع بتاعها يعني جي تعطيه مكاتب دراسات مختصة في تسيير المشاريع تعاونها على تسيير المشاريعها ما جاءوش قالوا احنا نعرف كل شيء ونفهم في كل شيء ونخدم كل شيء هما عندهم المسئولية الرئيسية بتاعهم البلانيفيكاسيون التخطيط والمراقبة البعادية معنا التوسكية وديت ومعنا بتاع الشورد هذي كعليش على الاقل لزوز ادارات عامة في زارة تجهيز نلقاوها تنفذ مشاريعها بصيفة باهية اللي هي الجسور والطرقات والمياه العمرانية الوزارة اللي عندنا بيدار اخر اقل اللي هي بتاع البناءات عندنا البناءات العمومية معنا الباتي مونسيويد فيها برشة اخر عليش خاطر مربوطة السبطارات بالخصوص فيها مربوطة بوزارة اخرى ومعناها تشوف عندنا لعبات في تونس اللي عز بيك تعرف جمعتي فاتت كنت في كونديوور مشيت لابيجون الشركات السينية اللي موجودة فيها بيجيو عادة ثلاثة شوانات كبار شكون رئيس المشروع بتاهم تونسي تونسي يعني انتي عندك كفاءات البرة نعرفوا اللي في فرنسا في أوروبا ونحكيلكم اللي عمل البيبلاين الكبير نورد ستريم هذي تونسي هذي كونت لي نيت معنا الرئيس عندنا كفاءات في عضو يزبنا هذو من جيبوه من تونس يسيرونا المشاريع بتاهم يزبنا نقتنعوا اللي راهوا اكبر مش اللي عنا هي البروجيكت مناجمنت ومطورناش الاليات متاع تنفيذ المشاريع الاليات متاع الصفقات العمومية مطورناش يعني من 2019 نحكيه في نفس الشي ونعاوده مش نعمل وخرجت حاجه حاجه في في اكتوبر المرسوم 68 خرجت معناها عدد فصول تهم القطاع البناء والشغال العمومية لكن هذا غير كافي للأسف وفي حتى حاجات يزمها معناها تتوضح مانش مش ندخل في التفاصيل توا معناها كل شي مطروح على الطاولة من 2019 من 2019 شو لي تاكتوين مثلا تشخيصك للوضع يعني هل هي مشاريع معطلة خطر ما عانش فلوس بش نعملوها هل هي مشاريع معطلة لانه مثلا صارت اشكالات مع شركة المنز هل هي مشاريع معطلة لانه برشة تدخل مثلا مشروع وزارة صحيزم ولا مشروع وزارة شباب الرياضة يدخل فيه سبعين الف وين الاشكال شو تشخيصك للاشكال لهذا التعطيل بش نفهمها بسهودة انا توا ادعو خمسة مليار اولو اللي موجودين على ذمتنا ومصححين ومشاريع معروفة انهم يتصرفوا في اقرب وقت مموين لانه هذك هو الاستثمار العمومي مش تعمل معناه بالاساس التعطيل بي انتوا في الماء والانيرجي هذا من المشاريع الاساسية والنقل معادي لكن النقل عنده اقل مشاريع يزمو تحل معناها الرافير طول اكثر من لازم ويزمو تحل للأسف في النقل معناش مشاريع اخرى كبيرة للاسف ها لانه النقل في تونس اخر برشة السكال الحديدية معا عنده حاجة كبيرة معنا عنده دي بور دي بيش قاعدين يكملوا في المتنين اما بالاساس توا الفلوس المتعطلة مشاريع المياه والانيرجي الانيرجي معناه الكنفنسيونيال ورنوفلاب والكريديات قاعدين يموتوا هذا استثمار راو مش نفرقوا ما بين معناه هذا معناه الكريديات الباهي لانك انت مش تاخذوا مش يعملك مدخول للبلاد مدخول اقتصادي راو الكريديات اللي عنا معناها الاستثمار وما نقولوا له مش كريديات يجي والشي الباهي فيه اغلبيتها معناها متعدد الاطراف اللي الكلفة متاح مبسيطة احنا هيدا منش مش نستوعبوه لونك عندك المال والانيرجي بالاساس وتأخير بالاربع سنين بالخمسة سنين يموت الكريدي سي جاميل خلينا نحكي مرح يموت كريدي معنا المباولي اصحاب كريدي متاعه ثم مشكلة على مستوى ادارة الصفقات العمومية انت قلت وحتيتوا انتوما في دوكيمونتاكم عنا 17 مليار دينار معنات الصفقات العمومية كل عام كل سنة هي 17 مليار دينار 17 مليار دينار اللي قادنا سنة ورا سنة وما استثمرناهمش عندك حق احنا 17 مليار دينار اللي من المفروض يتعطي دفع للا الاقتصاد التونسي على خطة بشتخدم الناس وبشتخلق كيما قلت انت طيب بشتكون استثمارات ناجعة عاليش عاليش احنا حتى لتوى منجح نيش في انها شوف توى صار وقت الارادة عنا انا عاليش نحكيوه على تجهيز وعنا كالصحة عم بتلوحك معنا نجم وننجحوا وعنا العباد بيش ننجحوا احنا عنا مشاريع طوى نعاود اهم القطاعات هي الماء والطاقة طاقة الغاز توسيل الغاز عندنا ديستاسيون وتشوف معناها قلبك يوجدك تشوف كريدي متاع معناها منظومة المياه ويموت واحدة ولا مستعمرة زوز معناها المنظومة كاملة معناها كالصوات تخدم فيها الفلاحة والوزارة والباشرة والصونات وبعض مشاريع المياه الوناس هذو ما يزامهم يتحركوا ويزامهم الطريقة متاع التسيير متاعهم تكون طريقة كما يعمل البلدان الكل تقول احنا للأسف ناس تشد تقولك لا انا ننفذ مشاريع ايه واحده يقعد وثم هذا الواقع طوى يقعد وثم ويموت الكريدي وتحرم التونسي من خدمات المشروع هذكا لانه راه هذا استثمار عمومي راه ماش مصروف فيش هاري بتاع الناس ما تعمل بشي ولا تمشي معناها الحاجات اللي هي ما هيش مش تدخل فلوس وحاجة قولك عليها ما ثميش استثمار خاص من غير استثمار عمومي انسى وراهي الانفراستركتور اول حاجة تجلب الاستثمار من برا اول حاجة عندك شي انفراستركتور ما يجيك حتى حد يخدم في بقعة ما فيها شمال ولا الضوء يقص ولا معناها الغاز موصلش ولا حال خصوصا طوى عندنا مشكلة للغاز معناها في 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 برش اولا الضوء طوى يزمنا نمشي ولو سولير رابو معناها سامحوني انا كنتكلم تكلم بألم خاطر 17 مليار دينار ومنعش في الاخيرة وصلنا لها عمناه لولا هذي لشيفر متاع ديميل كاتورس بعدين بصلنا لها ولا ويضمن شركات العمومية والبلديات لكن نعرف قديش تم فلوس موضوع على دمتنا خصوصا في السبيتارات وفي البيئة ومنسا عمل نوعه معنات علي الدواء هي بيت هي بيت ويقفين يموتوا لا يضيعوا بعد خطر عديك يقول 3 سنين 4 سنين نزمتان ياسا بعدين يموتوا والبي بي 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 ما نساوي جدا مشاريع البي بي بي هني اجعلك سي جاميل هو نقطة مهمة قالها سي جاميل وأنا نحب نبني عليها يقول لك في الأخير بدون استثمار عام مجموش نحكيه على الاستثمار الخاص واحنا ديما نقوله في اللغة اللغة اللورة جوتين تتخلق كام في الاستثمار الخاص ولكن يزمك تهيقلوا المنغ ليوجع هاوي وجع توفي تونس طب نحبوا ندقوا خاطر نسمع فكرة العشرية 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 هاو فين المؤلم عشرية هذي احنا من الفين وعشرة الالفين واربعتاش كرشق الخوذاتك على الحجاب ومندري شو شنوه وشو قاعد يصير في الوقت ذاك في الوقت ذاك كانت عنا مشاريع عمومية اتحدث الان تحت الرقابة سي جاميل تعطلت بتخدمتش كانت بوقتي يقول لك مشاريع بنعلي موجودة تم تخطيط مولا بنش مولا علي يعمل هي الكفائم تعريدارة توصية الاخير لمجالس الجهوية للتنمية قررت دولة قررت قال مثلا بهذه باجة يزمها كذا وكذا وكذا وهذه ولاية نابل يزمها كذا وكذا وكذا الاخيري ورسدت الاموال واضح ولكن نسبة التأثير الاداري ومتابعة المشاريع الاخير وعدم انجازها ادى المشروع اللي كان مثلا يزمو يتسلم في الفين واثنا عشر يتكلفنه بطنع ما تخدمش كي بشتعود تريكيبيري في الفين وثلاثة شفائر اولا عطا بشتبقاها بطنع واحد اخ وهذا هو ولاي لا انجزنا وقتها ولا عادة ننجم وننجم من جديد بشتعطيكم رقم ايه لمويان بتاع زيادة الكلفة عن سوء تسيير المشاريع اللي عطاته رأى البنك الدولي رغني قطرة في الحكاية تذية ان احطات جدا لانا الحساسيات كبيرة 25% يعني المشروع اللي مش تكلف بميان يولي تكلف بميان كمعدل كمعدل ثم مشاريع تكلف 300% صحيح ولهناء شو مش نخسره ليازي نخسره 25% هذي طريقة مباشرة وش نيه نخسر طريقة غير مباشرة انو المشروع ذاك هما كمشيش يخدم في بلاسه باش نتعديه ونعملوا مشروع واحد اخر شو مش ضيعنا على البلاد في جورة مشروع من نوع ذاك جات حكومة السيد الحبيب السيد نقول اجرام اللي صار في تاريخ البلاد خنقولوه هرا جات حكومة السيد الحبيب السيد ابدا تتحرك في المشاريع المعطلة هذي كانت تفكرها كالمجالس الوزرية كانت تدور في الولايات ومجالس مدهاري كان كل جمعة يعمل كان كل جمعة يعمل رينيون على الريفاري يعطيك صح المشاريع المعطلة وبدأت تتحرك وقتها مشروع المشاريع المعطلة وبدأنا نلقاوه في اليات كيفاش المشروع ذايا ولا يتكلف كذاني مش نجيبه الفلوس الى خير ولكن بعد 2017 توقف هذا تماما ودخلت البلاد في القتار نكشوفوه إذن شو صار لنا عشرة سنوات المشاريع زي ما تتعمل في 2010 ما تعملتش الآن ولا تتكلفن أكثر ما تتكلفنين في 2010 اليوم أيضا التدين وحتى الاقتراض اللي باش نقتضوه باش نمولوا بها عجز متاع ميزانيات مش باش نمولوا بها على السفنرات العمومية من النواهد على هذيك اليوم سي جميل نحب نسألك اليوم نحكيه على الاقتراض ونحكيه على ما تراش اليوم البلاد يلزمها كانت تحمى أولوية اقتصادية ان المشاريع هذي المعطلوا أيضا المشاريع اللي كان مدرج أنا لا أشتغل عليها في المستقبل أن تكون هي أولوية لقتراض تأثيرا ما ترز من أجل هذا ما ارادنا تدوس على دمتنا ما معنى تفرمسي جميل مقبلية تقول فلوس موجودة يعني ديما اللي عباد يتقع الكلام يقولك رصدت الأموال شمعنى تفهم خزنة فهم سيولة تم قطوط مالية معنا جينا اتفقنا مع البنوك الاستثمارية الدولية اللي هي بالأساس البنك الدولي البنك الافريقي للتنمية البنك الإسلامي للتنمية بعدين البنك الياباني للتنمية البنك الفرنسي للتنمية البنك الألماني للتنمية البنك الأوروبيين بتاع التنمية هذو ما معناها الفادس هذو ما اتفاقيات صار تقديمة معناها جاء وامنوا لتونس جهة استثمارية قوية وامنوا لتونس معناها عندها فرصة باش تطلع كيما بورتيجال على الأقل ولا كيما الأجريس اللي احنا تقريبا لكن لكن ما حطيناش الآلية باش تسير المشاريع انتك تحب تسير مشروع أول حاجة تحط له الكفاءات اللي تجم تسيره إدارتنا فيها كفاءات لكن ما هيش بالعدد الكافي وما هيش بالاختصاصات الكافية قعدت كانت الكفاءات الإدارية ولينها تلقى المشروع الناس كلها بالبوان وين والفرقيل وين هي والأماجسكيل والمنسكيل خديش نخسره بربي سي جميل احنا ماندا بكل صراحة في جورة أبل دوفغو كايت شارش فيها على على بوان دوفغو شنو نجم ونخسره نجم تحسر إعادة اي عادة احنا وصده أبل دوفغو على بوان برقيل تنجم أنت يتعاود منه الجديد على بوان برقيلة نخسر عشرات الملايين معنى تحراه دفوها حاجات هما يحزنوا هما يضحكوا عربت عربت أكلي تجيك ضحك الغلبة على خاطر على خاطر أكلي إداري هديك مكبل زيد هو بيانسيق سي جميل محبش يقولها أما خلينا نقولوا بالي الكفاءات الإدارية المختصة في كتابة كراريس الشروط لسفقات العمومية الهامة نقصد في إدارتنا وكيما قلت مش كما في وزارة التجهيز هما في الإدارة الأخرى لي قلك لكن أنت في الأثناء تخسر البلاد وتخسر في كثير من المشكلة تونيبس ما حلتش المشكلة هذا مثلا أنه هذي كنسبة أخرى نقطة نحن عنا عدة إجراءات 25 إجراء من 2019 وحنا مطالبوا بيش تخدوم بيش يوليوا معناها منظومة الصفقات متاعنا كيما موجود في العالم رأوا ما اخترعنا شي مجيش أنا رقط رقطت صباحي وقمت وقلت والله مش نقترح بالشي هدي مثلا كيما قلت يطلع معنا يتيح على خطر البسكليات ضوى أحمر مشخفة على الحكاية بسيطة وتعاود لكل عمنا وصلنا البنك مونديال كانوا يقولون أكثر بلاد في العالم ما فيها تعاود فيها فيها أربع أو لخمسة إجراءات بسيطة طلبنا طلبنا بيش تعاودوا ما صاروش إنو قبلوها من المول مثلا نقولك ما نحبش لو ندخل مع المشاهدين يقولك لوفر هذه كان فيها حاجة غالطة شوية ما طيحاش صلحها سمع نحن في التورس ما حابين نحطوها حقنا حطيناها من 2019 لو كان حطيناها في 2019 ممكن 30% أو 40% من الصفقات لتعاود ما تتعاودش حاجات بسيطة هذا ما حاب نقول هذا توقع إرادة يا مش نعملوها يا مش نقعدو نحكيوه على ذكر لا ترشل جزء من اللي ضر هذا المجال وحتى جودة المشاريع المنجزة هو عقليت اللي موان ديزان عافوا يعني يقول لك ياسر مشينا في اللي بشعتي أرخص يعني هذا هو بارشة يقول لك نمشوه لميو ديزان مثلا ومن يضمن الجادة هو العقليت كسار زلزال تركيا وسوريا معناها رب يلطف بهم معناها شي مؤسف ياسر اللي صار بارشة مسؤولين يكلموني احنا في تونس شنية وضعيتنا احنا في تونس شنية وضعيتنا وسؤال مهم جدا احنا في تونس في المشاريع العمومية عنا معناها خط دفاع اسمه مكاتب المراقبة لكني مش موجود في المشاريع البريفي وطوق قاعدين نخدمه مع سيدة وزيرة تجهيز وفريق العمل المتاحة بيش نرده كل المشاريع مش كان المشاريع اللي موجودة في الدكرية القديمة متاع الف وتسعمية كتربان سيز و احنا نعموها بيش الجوزة تزيد راهوا هذي اللي كنت قل فيه متاع المونديزان جرتي قلم ارتكل موجود يقول ما تقبلش عرض مفرط الانخفاض لكني ما خرجنا لوش لوح اللوح اللوح التطبيقية متاعه معنا تكسبيكاسيون مش عمر مش عمر تطبيقية منشور تفسيري ما خرجنا لوش المنشور التفسيري طالبين من 2019 احنا طالبين من منشور التفسيري تحلنا نعنيو فيه تو سي جميل مش من 2019 انا نتذكر من قبل 2011 بدت الحكومة التونسية تقول لك الموين ديزان معوش معنى مش الموين ديزان اوبليغاتوار لذلك هو محول النجاح أكثر من 10 عام ولكن من أنت لا رأيت العجوم كنت واحدة من 10 عام ولكن قد ومر ، فقط ولكنه أن يكون قادرة جمعي جمعي صديقا كل شيء سيئ أجداد الأشباء مع لاً من نجاح الله ويقب المحول لكن لا تفضيل النجاح تجد أن ترك هذا النجاح ثم من نجاح أن لا تفضل وكل شخص وهو يزيدك دوت ركلاوز وتورا سيلك تخلص انتي بالبروشي حكا ولا لي هذا سايا مش نعطيك مرقب باش نبدو نفهموا بعضنا هذي حكاية المونديزون قداش تكلفنا ريالما معناها شي مهول علش مشاريع التوقف السايا دعتي سوما بدك دك بعدين منجي يكمل يا مش عمل موفيس كاليتي وهذيك مصيبة يا مش تولي امور اخرى وهذيك معروفة انتي عندك الناس اللي كتبت الامر بتاع 2014 حطتلك الامكانية باش بتاخدش المونديزون يعمل منشور تفسيري خلي المشتري العمومي يبدو مطمئن ويعرف يقول لا انا مناخدش هذيك الرخيص وبعدين معناها البلاد كلها تولي تعاني منه هذي حاجة معناها موجودة بعدين معناها الدراسات الدراسات راي تبدأ من الدراسات احنا في تونس الارتيك اللي موجود على الدراسات من احسن ما ثمه معناها الدراسة متجم تاخدها حتى الاغلاء المهم الجودة موجودة حل الباب لان الدراسة قدش تكلف اثنين ثلاثة في المية مقيمة مشروع داتي كتاعمل مش اخي مش تكلف تاتين اربعين في المية اكتر معناها هذي ما خرجناش المنشور التفسيري الهذا تم كان وزار التجهيز مرة ولا اثنين استعملته معناها راو تمشي تشوفوا دراسات و بعدين قولوا طرقات بتاعنا بتاع البلاديات خصوصا شباها امورها تعبة اموروا تعبة سين نرمال الدراسة غالطة الماء يركح اخذيك والماء كان ركح في بلاصة هذي كايس بعد فترة معناها هذي الكل ما عملناش هذي هذي ناحية كبيرة سمحني انا جيتك الناحية الترتيبية هذو ما يزمهم يخرجوا وما نقعدوش نحكيو ونعرفوش نعملو واحنا كجامعة وليتي ككل خاطرة ما مش القطاع البناء المقاولات ابعتنا من 2019 ديزارتيك الحاضرين يناس خرجوهم يرحم والديكم ما غرجوش وانا يزمني نتكلم لو نعرف قضا حي برش ناس مش خام مش متغشيه برك ما هو اكتر شوية لكن مش نقعدو نترجى في بلدنا وطاق وصي جامال انت بما انك استعملت المثال التركي الى اخيره هذي زالتراكي يقول لكم بعد عام احنا بش نرجعوها البنايات هذيك اذا ثم سرعة في الانجاز وثم سرعة متاع ريكسيون انتي ونسمع في المداخلة متاعك قلت كل من حب نتوقف عليها قلت حتى اليوم اللي جينا المراقبة يزمها تشمل حتى الخواص ما تراحش هذي ينجم يكون ايضا كونترنت متاع تعطيل تو احنا ماذا بينا قاعدين نجيريه اكثر ما يمكن انه باش نقص ما يكمل الاجراءات النقص اكثر ما يمكن افهمتي من الالتحام ما بين اللي يعمل في اكتيفيته باللي دار ما تراحش زاد اليوم الاجراء هذي ينجم زاد يعطلنا ويوقفلنا نعطي فيك راو نعطي فيك في ملاحظات وانتي باش ترد يوقف ربما الاكتيفيته يخلي ربما في اجراءات يكنش يكون هذا مدخل متاع فاسيت هذي انت فهمتني عندش كون في اللي جان هذي تفضل اخدم على روحك الاخر ما عندوش كون في اللي جان هذي الاخر يحل بيب امتاع حديث بما يفترض انك المشروع يتم بجودة تامة ما يزموش كون فيه بيعو شراء هذي يتفهمين فيها انه تبدأ عندك مكاتب مراقبة وهذه تجربة ناجحة تنسية وهي تجربة عنها ناجحة حتى اوروبيان معنا احنا اخذينا الامير براتيك في الحكاية هذية حاجة لازمة انا منقول انا نحب نستعجل في عملية نعطيها نعملها كما جاء ونخيط كم لا 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 الزوز ينجم معنا السرعة في الانجاز والكونترول دي كاليتي يمشيوا مع بعضا وهذا هو اش معناها تسرير المشاريع فن قيادة المشاريع مولاه ناسي جميل شي يقول لك لان انا نعطي فيه يقول لك انا في الاخر انا اخذيت رخصة متاع بناء ما وصلت وعطيتني انت ساعة بش نبني فالك دولة في الارض هذي اول انت ربما راقبتها جيولوجيا راقبتها انا اعملت المراقبة القبلي طوانا لازم مدام اخذيت وخذيت رخصة الاخير مانا هذه الارض صالحة للبناء مدام وفقت عليها انا اتحولت من ارض صالحة البناء اذا هي صالحة البناء عاليش اجي اليوم من بعد انا بشمدت مجروجيا متاعي واجي تقول لي ليزم يزيد الراقب خلينا نعطيك مثال احنا في تونس كل البنايات اللي يدخلو لها الناس العمومية ولا يستعملوها الناس كما القناطر كما السبتارات كما كده هذي كان يزمها مراقبة انا لازمت مراقبة بالطبع تواس البوان فابر اللي خايف منه هذي دي كلانشمان صار بعد الزلزال بتاع سوريا وتوركيا لباتيمان هذي انتي كخاص تجم تعمل بنيا فيها خمسة ولا ستة بورتمانات في الانتين ايه هذي كيزا ما تكون مراقبة ماذا ما يزميش معنا ما فيش كلاب وأنه يكون عندك مكتب مصارحة البلدية تراقبها سي جمال لا لا البلدية وين الامكانية تراقب مشاريع البلدية محنسين من التجهيز مولانا هناك فكسيتية مضارقة السيء علي سيه shame معالا هناك تقل انتي الزصيتي في البلدية تقول لكنا مثلا بمثال بين принципе ما ما شعل اليها صنع كفر iPhone 3، 4 عمال مختص مانسة يقوم بالدولة المشريحة معطلة وإلا تسلاص تهمية المكتب خاصة انها في الباب ليسNI هي تسلاص تسلاص defend queكو خاصة مثلا أحسن قلل الذي تسرى أحسن قلل هناك التلوهي إنه يكون هناك هذا هو يجب أن تتكون لجودة ولكن تتتحرك لجودة لا تقول بالله وحكو بالكشي والبلدية لا 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 ل أنت بصيفة عاما سعيد سيد جميل بش نحكي على منجموش نقوله اقصى لكن معنى التوينسة الفاعلين في المجال هذا التوينسة هالسنوات هيدوما كما قلنا كما عانا في الوثيقة من 3% هذيك للشركات العالمية والتي تلاتة وثلاثين في المياه على حساب الشكون على حساب الاقتصاد على حساب الاقتصاد التونسي على حساب زادة حتى اللي يعطينا يعود هو يوجه كل رأس الشروط للناس للشركات العالمية يحرم الشركات التونسية من تجربة تمكنها من أنها هي تصبو إلى أنها تربح في الأسواق العالمية وفي نفس الوقت يحرم تونس من كل ما وهو سينساس فيسك وكل شيء خمفصر أكثر أميل تحكي على نسبة حضور الشركات الأجنبية في المشاريع هذه مرت من سنة 2012 ثلاثة بالمئة سنة 2014 أربعتاش ثلاثين أو أكثر من ثلاثين بالمئة سوى الحضور الشركات الأجنبية في صفقات العمومية العمومية في الاستثمار العمومية بربي بسيرش نختم النقطة الأولى اللي إحنا بدورناش المشاريع بتاعنا وهذه راه تكلفت في خسارة آلاف آلاف المواطن الشغمي وراحنا عم ناول صرفنا نشرية متاع وزارة مالية من سبعتاش مليار دينار اللي على ذمتنا المشاريع صرفنا منهم كان ألف وسبعة عمية معناها ذوما كان مش نصرفوهم باش نصرفوهم شوف قداش نقعدوا والكريديات الموتوا لذا أول حاجة لازمنا ندوره دونك إيش مش توفر المواطن مش تمتع بالخدمات بتاع المشاريع هذيك البلاد مش تدور تحسين والدفيز متاعها هذيك اللي أخذينها من البر مش تدخل معنا حركة كاملة تدور في البلاد دونك هذي أهم حاجة لقطة أنتي تعرضت لها ما كملتكش عليها تينابس تعتبر من نجاحات متاعنا وإحنا أزدد ناس دفعنا عليها باش تكون تعداوا المنظومة الإلكترونية لكني موجودة توا في الصفقات الكبيرة ما زالت مش موجودة في وقعدت تسبرنا في خسير بالمليارات بعشرات المليارات إذا كان مش بمئة المليارات هذي هذي يزبنا مش مو يخليها مش معامة عليش مش معامة نزلنا على الفلسطة نزلنا على الفلسطة معناها منشور إرادة سياسية منشور للسادة مراقبية الدولة مراقبية المساريخ ما يخرج حتى بونت كومون إلا ما يتعدى البلاتفور هذه الموجودة هذا هو هذا هو الناقص وذي رأهم من 2019 كيف كيف وحنا نقولوا رأهم هذي بفلوس التوانسة ماشينا حرام وزارة تجهيز كتبقتها تتبق فيها عندها 4 سنين هذو اللي و 3 سنين كتبقتها شاف في القداشة ربحت في الشراءات متاعها متاع لباس دوريشانج ومتاع غيره هذي كيف كيف فلسة نتعدى للنقطة متاع حضور الشركات النجنبية حضور الشركات النجنبية احنا عنا زوز مثال ديما ديما نحطي رأني ما عنديش شوانة مع جزارة تجهيز باش الناس كل تعرف علش بالعكس ننقط في الناس اللي عندي معهم شوانت لان هذي بعدين يصير وقلك علش لان نحب نعطي النجاح نبين لتوانسة رأو عنا نجاحات طريق السيارة متاع تونس جلمة 1200 مليار 189 كيلومتر من ارخص ما تم معنا طلع المشروع من ارخص ما تم كيف عملوا الانس مية في المية مش يخدمو توانسة رغم اللي شارك والشركات العالمية اللي تحب عليها هابطوا الكل اتراك وشنو ومصريين وكل شي احنا شركتنا كومبيتيتيف تجي للخيال الاخرين اللي في القطاعات اللي نقول نقول معيب عليكم معناها سهلين باش يعملوهم التوانسة يطرز هلك باش عملها كالأجنبي باش يواجهها اي طريزة طريزة وراه مشاريع واحدة وكانوا معقدة ولا ونزمني والمموّل يفرض عليه موش صحيح المموّل يفرض عليه اراه والمموّل يتناقش معه علش مفرض تشعر التجهيز مثلك سؤال يعني هنيا ما يقولك سوق حر زد احنا مثلا نتم كغرفة وطنية وجامعة وطنية المؤسسات البناء والشغل العام ما يقولك زاد انا مثلا ندفع لحضور شركات تونسية في السوق الليبي مثلا اي ما كانتك تقبل باش تمشي تنافس في سوق أجنبي تقبل انه سوقك انتي ايضا تكون سوق تنافسية مو بوغر ديلي كليب انا عتيني يعني كما كما المنظمة التجارة احنا معمرنا طلبنا اغلاق السوق التونسي جميع احنا نطلبه عدم اقصاء المؤسسات التونسية اللي يقع في تونس ما هوش تسكير السوق على جانب لا اللي يقع في تونس اقصاء المؤسسات التونسية تريزا تريزا للا معناها يعطيك شروط رغم القانون بتاعنا يجبروا باش الشروط بتاع المشاركة تكون في متناول التونسة يعطيك شروط باش ما تجمش تشارك والأمس العديدة ونحكيوا فيها واتكلمنا فيها وصارتنا مشاكل كبيرة على خاطرها مع يعني الناس اللي نخدموا معهم لكن هذا واقع بداي يتغير شوية لكن طوك يزبو يتغير بسرعة راهوا الرقم بتاعنا بتاع 33% ومبعدين ما عناش حصائيات بعدين ما عناش حصائيات بعدين ما عناش حصائيات ما عناش الحصائيات والمفروض هذية معناها زي ما تكون منشورة باش نعرف ومش نعرف شتكلم وهذيك قلنا 33% قالونا غلطين نشرتها الوامسي الورغانيسي منشورة في الوحدة بتاع لاليك خطراوك كنا نقول المشاريع متعطلة بقيمة خمسة مليار دينار قامت علينا القيامة لما وقتها المثل بتاع البنك الدولي خرجش وعطا أعطاها أولا رقام وقتها باش الناس ولت سمعت كيف كيف الرقم هذا جست جست نش نقول الحسين حاجر وقتا يجي ترامب يجي ترامب وشد الحكم في أمريكيا وشيف ليه فرض على الشركات الأمريكية المصنعة في الخارج إداءات لدعم الصناعة جستم احنا هذيك باش نطلق شحمت الانتخابية بداها من مصنع مساكل في احدى الولايات جستم دونك احنا شنو نطلبو كتوينسا مش اغليق السوق لكن تحل السوق لكن تعطي تعطي شانس لليز اوپراتور ناسيونو الفاعلين التوينسا انهم يكونوا جز من المشهد وانك دفع لهم خاطر في بلدين اخرى في الزفر ناسيونو يقول كي يبدأ النسيونال معنتها فاعل انتها واحد ان 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 اتفرنور عندو اكثر من لعب متاع الاجنبي تعطيها للنسيونال على خطر المصلحة في انك ناسيونال تات دوك هذا انك انت نجيل تونس اللي يقول ثورة الحرية والكرامة وهذاك زاد ليس من الكرامة في شيء انك انت تفضل اجانب على التوينسا هذا معنتها هذي هسيس والأتعس منها انه رئيس حكومة يكتب يعمل يحبت مرسوم مرسومة منشور منشور يحبت منشور يترش يقول معنتها هذي 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 حكاية السيادية حي السيادية في انت تضرب وقتلي رئيس حكومة يجي في منشور يقول لك اسمعت نجموركم تراجعوا لبايور دفون في حكاية لشوا نتعلق معنتها هذي اللي حكا سي جبير هني جاتك لق في نفس إطار نقطة هامة لا لقد ريقاء تم على نقطة سجل هم لي بش نعتيك نزل بشي في الأسئلة فاخري نقطة أخرى احنا اشكال سار مع المقاولة التونسية بين دماء الموسيط التونسية موش فقط نحنوهم من مرشي الدولة كما تخلص مش قافلستهم عن عباد داخل للحبس عن عباد فلسو عن عباد تهز يخلص أفضل يعني اللي هو الدولة يعني عندنا مقاولات أفلست وعباد تشردت يلزمنا نحميه القطاع هذي ما عنديش مقاولات راوة ما عنديش علاقات بالمقاولات في الإطار هذي خنا تفق على حاجة نحن نحكي وكله هذي كله البنية والجو ذي كله يتمثل 7% من ناجد داخل الخام وصلنا كنا المثل 24% وهذي خسارة كبيرة ورغوطحنا على سبب المئة هو أقل نعطيك رقم 26% سنة 2000 قطاع البناء كان سنة 2000 26% عمل فين تونس عمل فين تونس يزقري جاء إيكوناميكا متاحها ومتاح دول تتمنىها نحبش نحكي فيه الموضوع هذي نحكي فيه هذي هذي وإيذن إش عندك القطاع هذي الهدف نتاعنا مش نكون مطالبين يقولك نخلطه الـ 14% كولي يعمل من بين 14 13 عاملين حاجة به هذي ساعة ما نحن خلطين هذي عدده كنز الجميل كان يفسر فيه لأخير يقد على قل قيت أنا إجابة لكن حب نفهم حاجة 10% فقط نسمع مقاولين من تونس يمخ دي من 10% فقط 90% منهم قاعدين يتحسسون الطريق أقل من 10% نقول 10% أنا عندي 10% الرقام عندي 10% 10% 10% ينساو 45 ألف تلقى 90% يعني 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 نحن الهدف متاعنا كما نحكي ديما معامل هدف المليونير نريزم نرده ملياردير وزويل يزم مليونير إلى خير هذو ما الناس نحن نعرف لهم ونحن نرقب فيهم في المالية والباتين ونخذ عليهم في التيفي ونعرف وضعي متاع أنا كنقتل وما خلصوش في الواقع قاعد أماتل وانا زمنة ساحة الدولة زمنة تخرج من وضعية المو في بي يور هايس جميل زوز نقاط جبنا النقطة لونانية رهو المرسوم الأخراني 68 نرجح الأفضلية الوطنية معنا كذا 20% لكن أنا شخصيا والجامعة بعدين طلبنا وتفهمنا فيها طلبنا كنا 15% كما العالم كله يعليش 15% لأن هذا كتسمى المو التاكس التاكس لكن هو بالفعل تقول والله حاجة باية بعدين يعطيك شروط مثلا يقول لك الكنتراتو هذا ما تجي مش تعمل تمويل تمويل الصفقة عن طريق الرهنية يودي مثلا حتى واحد في تولوس يخدم صفقة مغير رهنية يخرج بالطرح يخدم لجنبي يخدم لجنبي ودع ودع مثلا يقول تحكي عن طريق وهي مطروزة مطروزة ما رجل تحكي أنت تقول أنا حاجتي بألف قطعة من الحاجة الفولانية وتعرف وتقول راهو المعمل اللي مش يبيع لألف قطعة هذيك يزم الإنتاج متاع في الشهر يكون مليو عشرين ألف قطعة لأنك تعرف المعمل التونسي خمستاش نالف هذي الطريزة نتكلم وأعي ما أقول ولا يقول لك والله أنا لامش نجيب المادة الفولانية من البرة هل يقول لك لماذا؟ يقول لك ماذا؟ لك 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 شرط وينسا أو وينسا خلنا نعرف وزيد خاتر ماذا؟ 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 لنحبش لتغلبين المعامل المعامل تكون برا خير ماعنا هذا المدينية متع الدولة تجاه المقاولات الصغرى والذرة المجال واحدة تقدم المشروع في تونس بجنسية من البر عاستنا حاجم شوف أنا ما عاش نحب نحكي عن المدينية معناها نحكي لك خدمني المشاريع المعطلة خلي الدول فلوس موجودة الناس ترجع تخدم عندما حكيت على ترامب بايدن كي جاء أول حاجة نعمل بنات ونخدم أولاد بلادي هذا أكبر دولة في قوة اقتصادية دولة ليبيرالية هذا يا أخوية خدمني هذا 17 مليار دينار مشاريع ونقضوا ونقولوا لكم كيفاش وعليش نديما نبني على النجاح هذا بزارة وزارة تجيز باش الأخوة والأخرين للسادة الوزارة والأخرين في قطعة الأغرى يعرفوا اش لما وش رقع واش نزموا رأوا رأوا بمتين ساعة من المعجزات يسيروا في المشاريع البرة في إفريقيا براجات يسيروا في تم شريكة عملت 60 مطار في البرة عملتش مطار في تونس كمشي مطار في تونس توقع الشرط يزموا كذا ويزموا كذا إن شاء الله إن شاء الله يخرج تونس قرطاش يخرج بشروط ولا ولا برطة برطة نفيذة إن شاء الله الشروط متاعه تخليش شركات التونسية تشارك وإذا كان ما نجمتش وإذا كان ما نجمتش حيطلهم ويقول لماذا ما نجمتش ويحل المشكلة هذا الجزء مصير أنا نحب نترحم على الباية اللي أضغم الله يرحمه ومختار الاعتيري إذا ما نجمتش التاريخ وقتك لا في الطفرة الاقتصادية اللي صارت الطفرة الاقتصادية نعنا نسبوها بالأساس في الهنة الرجلية الله يرحم ومتجا نشلي والناس هذي هذو ما كيف حمله المختار الاعتيري أكبر مهندس في تونس هو المؤسس التعليمي متعلي كيف قد كان أول رئيس لمراقبة الصفقات في تونس مراقبة ماشي شوف مراقبة بش يكون الصناعة التونسية وهاك اللي صار مش يبني مش يبني إحنا طوى مرينا بفترة إن شاء الله ربي يزعلينا الغمة نشوفوا كيفاش السلعة كل نجيبوها من بر يفضلك سي جميل معده مرحمة ربي دي ما فما أمل مهما يكون دي ما نقوله نتمنى ونشوفوا شنطيات في البلاد مشاريع محاولة ندرو عنا عشرة سنين مثلا محاول بندحيا وليت نكتف البلاد يعني عباد بنات مدن وطيرانات وإحنا نحبوا المشاريع دي ما رو كيتروشانتي وساعت نقول للعباد كيتروشانتي وتعطلت شوي في السلكولاسيون رو إذاك بعد خمسة وعشرة سنين ومشي سهل لك سلكولاسيون بفضلك سي جميل بالتوفيق ليك وليأعضاء الجامعة الوطنية ونسية لمواسية البناء ورشاقة العامة شكرا لك أميل بالحاج علي فحر السلام يعطيك ألف صحة لا تنسوش موعدنا يتجدد غدوة العشرة غربوة على نسمة جديدة في أنت الحب مع تديد مع قصص تونسية دائما تبعث على الأمل أنا حسين بلو علينا سلم مع الجميع نتقابل غدوة إن شاء الله تبحان الأخير